سعدت السلطات سلطات الاحتلال الصيونية بشكل سافر من سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية فأقرت بناء أكثر من 150 وحدة سكنية في الضفة الغربية وكان وزير الحرب الصيوني موشي علون صادق مؤخرا على ضم منطقة واسعة إلى مستوطنة غوش عتسيون الأمر الذي من شأنه أن يوسع المستوطنة باتجاه الجنوب صادقت حكومة الاحتلال الصيونية على بناء أكثر من 150 وحدة سكنية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية وكان وزير الحرب الإسرائيلي موشي علون قد أعلن قبل أيام أن 407 ألف مستوطن يعيشون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ولا يشمل هذا الرقم أكثر من 100 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية وتعتزم القيادة الفلسطينية وفق تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار حول الاستيطان بالأراضي الفلسطينية من جات أخرى أفادت شرطة الاحتلال بإصابة جندي سهيوني بجروح في عملية داس عند حاجز عسكرية غرب مدينة راملة في الدفة الغربية ولفتت شرطة الاحتلال إلى فرار منفذ العملية وأنها تجري أعمال بحث وتحري في محاولة للوصول إلى منفذ العملية في سياق متصل أعلنت سلطات الاحتلال مقتل مستوطنة متأثرة بجراح أصيبت بها في وقت سابق في عملية تعن عند مستوطنة بيت حورون غربي مدينة راملة شمال القدس المحتلة وكان شابان فلسطينيين من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة قد نفذ عملية تعن مشتركة أصفرت عن إصابة مستوطنتين بجروح قبل أن يستشهد برصاص قوات الاحتلال